اشتركوا في القناة 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 أحذف تغريدة لو صبحت لأني أصبح الحلقة ما شوف طيب ولا تنسوا تتابعونا على قنواتنا في تويتش وفي يوتيوب في تويتش تويتش.tv سلاش ألعاب لايف وطبعا في قنوات السوشيال ميديا عندنا آت ألعاب في تويتر وفي إنستجرام طيب ننتقل إلى ألعاب لعبناها وأول لعبة ما هي بلعبة وجهاز صراحة تكلمت عنه قبل اللي هو ستيم ديك لكن الحين انطباعي بعد ما يعني خطست شوي واستخدمت للسفر فيعني كان the ultimate test طبعا ناقص اليميليشن أو المحاكاة هذا أبغى أخلي آخر شيء مرة لأن صراحة اليميليشن أنا قاعد يعني عندي غير PC غير لابتوب غير هذول اللي تكتسو في عليهم اميليشن عندي أصلا 3DS يعني مغطي أجهزة كثيرة في اليميليشن يعني ما أنا مرة متحمس سينا سينا في السيم ديك عشان كذا للي يسأل ولكن غير الجهاز يجب لك صالت بعد غير الجهاز ثاني هذا لا لا توقع ان اضع أميليشن في لدي ولكن دعني نتحدث انت اذا تبري لدي اي اسئلة اسألني وحتى الشات هل يريدون يسألوني الآن يمكن يسألوني عن الجهاز هل قمت رموت بلاي تجربتك وتجربتي بال اي بادي ميني وقاعد ألعب ألعب علي برضو وقاعد استخدم الرهوات صغير كده ماما كده كده يحليلة شوفي ولا ولا كندل حتى يعني اي 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 فالمهم ستيم دك من الأشياء في السفر كان شوية متعب لأنه ما 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 يدخل الشنطة اللي عندي عندي مسنجر باك دقيقة خلي بجيب ها عشان يعني اللي يشوف الفيديو اوكي احمد الحين مموجود لاللي قاعد يسمعون فرايح يجيب الشنطة حين وصل هذه الشنطة هذه الشنطة اللي أنا سافر فيها شنطة اليد شنطة اللابتوب اي شنطة كانها بزنس اي مليانة يعني فيها انواع الجيوب جيب هنا جيب هنا جيب هنا مدري ايش ويعني سميكا هل يسمعون فيه اربع جيوب يعني فيه واحد نص اطراف يعني وسميكا يعني احط فيها اللابتوب احط فيها سويتش حط فيها بطارية خارجية هذا اللي ثمانية وعشرين الف الكباستي حقها حط ما اسمه الدوك بس طبعاً مو دوك حق السويتش نفس الاساسي اللي 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 عشان كده احمد يعني كتوفه مع الظلامة ما شوالله اوو اش اسمه وطبعاً شواحن واسلاك ومدري ايش وذا لما جيت يبقى اضع ستيم ديك مشكلة ستيم ديك مب على طولة مشكلة انه سميك عرفت وحتى خاصة مع الشنطة حقته فما ي ما اقدر احطه في الشنطة الا في حالة واحدة قد جربتها اني احطه بدون الكيس حقه شنطة حقتين احطه جوه كده بس مشكلة هالحركة تخد الشاشة ممكن تخرب الانالوج هذه مشكلتها ففي السفر طبعاً لاني مسافر سفرة طويلة لمسافر سفرة طويلة اجيب معي الشنطة في العفش اجيب معاي في الطيارة غير الشنطة هذه شنطة تنجر شنطة تنجر صغيرة كده فالسيم ديك حطه هناك في الشنطة اللي تنجر لا قلعنا وكل شيء اقوم طلع الشنطة من ما اسمه من فوقنا هذا ما اسمونا ما اسمونا الكابنت اللي هناك واطلع الشنطة اطلع ايه اللي فوقك ايه شو اسمو وألعب شي ثاني البطارية صراحة لحظت انها يعني صدق خاصة مع السفر جدا جدا تعبانة بطارية يعني اعطيك سيناريو كان بقى في الجهاز 44% بطارية شغلت ألدن رينج وقلت خليني حاولها زمي لينيا يعني جلست يمكن نص ساعة بس احاول على ملينيا فمدني يمكن خمسة عشر مرة حاولت خلاص بطارية انتهت على طول طبعا انا هذا حاط حاط الريزولوشن او الوضوح هو طبعا رزولوشن حقه ثمانمية انا حاط اللعبة سعمية عشرين سبن تونتي ايه مقلب ايه ايه وحتى التكشيرز وهذا لو اعرفت طبعا اقدر برضو اوفر بطارية زيادة اذا حديتها الثلاثين فريم هذه من الميزات اللي حلوة في ستيم ديك انك انت في المنيو مو المنيو اللي تطلع بره لا كده يثبت على ستين ولا على ثلاثين طبعا لما تضع ستين مو معناتها انه كل شي بصير ستين معناتها اللي فوق الستين سيصير ستين بينزل الستين تحدى يعني بس هذا الحد اوكي تحدى الثلاثين او تحدى الخمسة عشر اخمسة عشر بتقولك فايتة انه مثال تلعب لك فيجيل نوفل ولا شي مافيه تحريك كتير لا يحتاج ايو agility هناك شي تجربه ها نس dok .. ينفر بس مع الوقت تبدأ تحس انه اوكي خلي اغير جلستي خليني مدري ايش هي خلقة هذي تصير لي في السويتش اذا جلست اكثر من ساعة ساعة ونص كذا لكن هذي احس انه بعد ربع ساعة اغير للسة مدري ايش بس هذي يعني صراحة انا اعترف انها نتبك يعني ولكن كنتبغى اذكرا هذي صراحة العيوب اللي واجهتني ايه عيب ثاني موضوع انك تشبك في تلفزيون حوسة مرة والحين سووا ابديت صلحة مرفوض يبيلي اجربة يعني مو سالفة تجيب دوك كنت تشبك يعني لا لا مو دوك تجيب ايه هب فيه هبز هذه اللي يوس بي سي طيب بعدين يطلع لك كذا فتحات فتحة يوس بي اي فتحة يوس بي سي ثانية اتش دي اماي عادت انكو فيه اتش دي اماي هذه اللي تقدر تشبك فيه في تلفزيون فجربتها قبل اسافر ما قلتها في بودكاست اظن ما سوى ديسبلي على الشاشة الا مرتين من يمكن عشرين ولا مدري كم كل شو يحاول ما ييشبك ولا تقدر تختار رسولوشن وقت تسوي اي شي فهذه الحين يمكنها تشتغل بس انا اسمع الان ان فيها مشاكل هذه لازم يحلونها واعتقد انه هذه الاشياء اللي ضايقتني انا قلت ابدأ فيها اول نجي اللشة الحلوة فيه مشاري يقول يحمل جهازه اللي عادي وفيه فانتم سيفي يقول صوت المروحة مزعج اي صوت المروحة مر عالي خاصة انذا شغلت شي زي الدن ريج على طول طيارة اي بس انا في الطيارة بس انا في الطيارة ما رح اسمع يعني عندي مشكلة يحمى ولا ما يحمى اي ما حسيت ان احتمى يعني احس كذا اي اوكي يحمى مرة عند الشي اسمع عند المروحة اي بس بس جهاز كامل لا ما حسيت انه احتمى مرة ما حسيت انه اووو ماذا ها مرعر حار لا عاد طبيعي وش بعد في اشياء ايه قال ايش المروحة وال ايه 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 غير كذا ايه زي الادابتر حق الايباد يا بينسور صح بينسور تقول انه على اساس ايه 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 والمية التعديلات الي تقدر تسويها يعني ما اقدر عدها بصابعي صراحة ايه اقدر اتحكم باللعبة شون مظهرها هذا شي حلو بالموضوع البطارية اقدر اعدل في ال FSR فيه شي اسم افسر شي يحسن لك الصورة باحان يساعد باحان لا ما يسوي لي شي مرة وبعحان حتى يجيب لك صورة أسوأ بس العادة يجيب لك صورة زيان بس هي أظن كيس باي كيس على كل لعبة أهلاً أهلاً بعاد المجنيد يحييكم من جورجيا أي يا غير كذا يا أخي طبعاً قلتها قبل مكتبة ستيم عندك أي شي يقول لك أوه والله حصري بلايستيشن وستيم ولا سويتش وستيم أعرفت هذه تطق على السيم ديك خاصة ألعاب جديدة يعني من الألعاب الجديدة اللي حملتها كلها تشتغل كلها تشتغل تمام بعد هذا 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 يعني اللي يخليني كذا يعني سافة الكمباتبوليتي هناك مشكلة مارضة يعني أذكر في البداية كانوا يتكلمون عنها إلى الآن موجودة المشكلة هذه بس أنا لاحظت أن الألعاب الجديدة اللي قاد تنزل ما فيها مشاكل في ألعاب ما مو سبورتد ولا شيء زي كرسوف منكي آيلند أنا منزلها اللي هو الجزء الثالث ما لعبت هنا ولا شيء كنت نزلها ما شغلت ما يشغل طيب الجزء الجديد يقول لك بعد ألعاب جديد ألعاب جديد ألعاب جديد ألعاب جديد ألعاب جديد أنا بدأت أحس أنه لا يوجد ألعاب أنا بدأت أحس أنه شغل أوتوماتيكي يعني تحس أنه أوتوماتيكي أوتوماتيكي شكلهم كذا مناسبين شغلة اللي أوكي اللعيبة وش أكثر ألعاب جديد ألعاب جديد ألعاب جديد ألعاب جديد أنا أحس أنها أحس أنه أحس أنه خوارزميات يستخدمونها ألعاب جديد لأنه ليس معقول كل يوم أبدأت كل لعبة ألعاب جديد ألعاب جديد ألعاب جديد شيء غريب مرة طبعاً عندما يحسن ألدن رينج انه ما يقعد يسوي شا اسمه ستتر ولا ولا امبوت ما يشتغل ولا مدر ايش هذي هذي حلوة مرة غير كذا انت تعرف انه شا اسمها ايبك جيمز مفوضة لعبها ما تشتغل على ستيم دك بس قدرت تشغلها بس قدرت تشغل طبعا شفت قايد خطوات كثيرة الصراحة وخطوات كثيرة يعني تخليك اللي اوه روح الديسكتوب مود اللي هو لينيكس حق الجهاز وسوو مدر ايش احذف ملف غير اسم ملف حط مدر وشو اشي كثيرة زي كذا بس امهم تسويها مرة واحدة خلاص بعدين ما احتاج تسوي شيء امشي تلعب على الجهاز قدرت تشغل روكتليك يعني روكتليك حق ستيم تدخل اونلاين فيها ما ادري ليش اااا شي اسمه قدرت تشغل فانل فاتس 7 ريميك و 唱 روكتليقي اليوم تقضي تلعب بالاواد ما ادري ما اعرف يعني يبغونいうち تشتري يبغون تنزلها من يمكن من ابيك ما اعرف او يمكن كمبا تبريتي حقها في ستيم مو بمضبوط ما ادري غير كذا فالفينتسيف الريميك قدفت تشغلها 60 فريم طبعاً تشغلها 60 فريم يصير مغبّل شوي فيه بلور مو شوي بس يعني عادي مقبول ولكن وتقدر تغير طبعاً 30 فريم يطلع شكله زين يعني أحسن اللي هو الكواليتي مود Genshin نزلتها بس ماشي غلطها للحين بس المهم انه Epic Games يشتغل يشتغل كبرنامج الحالة اصلاً اسمه Epic Games Installer تضغط عليه ويطلع لك Epic Games بعد ان تختار الألعاب اللي انت منزلها وتلعبها من هناك يعني واركراوند الموضوع بس النظبط ايه فيه ألعاب واجد ابيك عندي للايبراري ما دفعت فيه ولا ريال ايه 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 اذيك تحط اللي ما دفعت فيه ولا ريال على ستيم ديك ايه 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 طبعا انا انا شاي لهو سويتش و النص الاول من الرحلة كنت تلعب ستيم ديك اكثر لكن النص الثاني خاص صر تلعب سويتش ايه ايه بس لما رجعت له جيت كذا امسكه اوه صغير حسيتك تكوت والمشكلة مو كتكوت امدا امدا ام يعني اوكي انا لوغ ازيان في الستيم ديك مدر ايش بس حسيت انه ما دري ليش اما رجعت له سويتش حسيت انه كذا ريح بأن المسكة مو مريحة مسكة الشي اسمه الستيم ديكة زيان كمسكة بس يمكن عشان الحجم انه اريح ما ادري بس حسيت اريح الوزن الوزن اكيد بس شغلة ثانية يعني في السفر حتى فادني كثير للكيكستانت الفو سويتش كده اللي قاعد يقول ستيم ديك يعني طب حطوا حطوا شي حطوا اي شي حطوا حطوا بلاستيك خفيف زي حق السويتش القديم عادي اوغه بس ثبت في مكان عرفت لا والله ودي الشي اسمه الهاندل اللي تتركب على الكنترولر عشان تمسك الايباد هذي اللي يبيلي يجب حسبك تقول وديك الهاندل تتركب على الستيم ديك اقسم بالله اقسم بالله بس تنميل شوي اي اي عشان صديق اجرب بس اي صراحة تجربة حلوة السيم ديك لكن انا ما انصح تأخذون الجهاز الحالي اذا بنزلون جهاز ثاني اي ضروري تستنى جيل ثاني او جيل جديد لانه صراحة سالفة انك تاخذ مكتبتك حك تستيم على طول الشي اسمه الانالوغز ممتازة الانالوغز هذي الانالوغز كذا اللي قاعد يقول اوه ابغى هالانالوغز في السويتش يا اخي عرفت مره ممتازة الانالوغز حتى لو كان اصغر شوي ما في مشكلة بس يا اخي مره ممتازة ولو ان بعض الانتحس انها تزلق بس عادي يعني كحجم عاجبني والله اذكر جضب تايب اكس والله كان ممتازة صراحة اذا اذا لا لا شسمه لا مره ممتاز الازارير بده تبان عيوبها اكثر مع الاستخدام صراحة مع انه ازارير سويتش ازارير بورتبل معروفة الصغيرة ذي اللي تحس سبرينج حقها غريب لكن شفتها افضل من حق ستيم ديك حق على اقل جهازي مده اذا اجزة ستيم ديك ثانية تختلف ولا لا لكن حسيت اللي عندي مره رخيص وببعض الاحيان البي عندي يعليق اجي مثلا اركض في شسمه في ألدن رينك وشسمه باحان خلاص ابقاء افلت ما بغو اركض يكمل شوي يركض اعرفت لازم كده يقعد حركة شوي لما يطلع لانه يكون عالق جوا الزر اوكي يعلق باحان جوا لا اي شي يا حراح اي 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 هذي هذي هاي جزات اللي ياخذ اول جهاز دائما نحن ال اكسبرمنتس علينا هاربت بس يه بس يه اي 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 في بين صور يقول انا لحين ما عندي سويتش وافكر خلال اسبوع الجاية اشتري صراحة واحترت بين وبين ستيم ديك اذا اذا خلاص بتشتري الحين لا رح لسويتش لانه الجهاز اول شي صعب تلقاه ستيم ديك ولو لقيت بتلقاه سعار غالية بس خلن نقول لا لو تاخذ سويتش خذ الولد اي اي الا لو بس تلعب على التيفي لا تاخذ الولد بس خذ سويتش عادي اي لانا ما يفرق مرة غير كذا الا لا لو مرة 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 تبي اي اذا عندك كونسل خذ سويتش يعني ما اي صح اذا عندك كونسل لا خذ سويتش عشان ستختلف الالعاب اه بالنسبة ستيم ديك اللي يقدر ينتظر الى اجهاز هم الثاني انا او يعني وقع اغلبنا بانتظر يعني غصبا عنا حتى نمو مبلاكين اي بس حتى لو كان عندك الخيار انا اقول انتظر الجهاز بعده لانه يعني جهاز جبار لكن يحتاج لشغل يعني السوفتور ممتاز وقاعد يتحسن بطريقة مرة سريعة شي يخوف شون قاعد يتحسن السوفتور لكن في مشاكل كثيرة من ناحية يعني انه محمول يعني ما احسه احسه جهاز محمول بيت اكثر منه محمول تاخذ معك اي انا اقول يعني اذا عندكم صبر اصبر الجهاز ثاني منهم احسن احسن ازيلا يعني انا انا امامل اقول اه اي 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 انا امامل انهم اش اسمه انا انا امامل انه في الجهاز اللي بعده ان يحلون سلفة الحجم اوكي يحلون يضيفون كيكستانت صراحة شي ثبت الجهاز وانهم يجبون نحل للدوك شي كوي ثم قالوا انه ينزلون دوك بس الان ما نزل فهذه يعني قل اخر واحدة اللي قلتها في الطريق قاعدين نحلونها بس الاشي الثانية انا ودي اتمنى انه في الجهاز الجديد يسونه وبطارية تكفون بطارية اعطاري بطارية يقول سلمان الهلال يقول احسن العاب الثقيلة تشف بطارية شف ايه استهبل الدن رينج اذا كملت يعني بليالله كمل ساعة ونص هذا وفل من مية يا الله كمل ساعة ونص طبعا واسأل برضو اذا جربت محاكيات قلنا ما جرب اي لا محاكيات ما جربت ويعني صراحة انا قاصد اني ما اجرب يعني لان انواع محاكيات اللي عدي في اجزة ثارية بس انا يعني ممكن اسويها بس عشان بس عشانكم يعني عشان نعطيكم منطبعات ولا في سالوم يقول دودو كيف الايباد ميني حسه صغير بزيادة ومحتار بينه وبينه تمون والله دودو لا يقول ارد انك نعم مدلع دبي دودو دودو اعجبتني دودو ممكن نتقل الايباد مني اذا خلصت انا انا خلصت من سيم دي الا لو عندكم اسئلة ثانية في فان تب يقول العطار وش وضع ايبك غسيل اموال اه عشان توزيع والله يعني احنا مو محققين عشان نعرف الشي يا ايباد مني اذا انا انا ما عريق سبوعان تقريبا او يمكن أقل اه جربت عليه لعب الأركاد جربت للعب لكن جربت لعبة سونيك دي ال رايسنج مه ما نعم ما اه لا أعجبتني مرة صراحةً، لعبتها قليلاً عادية لا أعجبت مصر هنتر ستوريز، للأسف لا تدعم الكنترولرز، لكن تحكمها مبشين لعبت أيضاً، لعبت أيضاً، لعبت كاسلفينيا، حققت عمران، غرموار، لعبت كترولر وممتازة اللعبة صراحة، أتوقع بكمل فيها زيادة، لا جيداً غريبة عجبتك، لم أعجبتك الأجزاء التي قبل؟ لا، هذه بلاتستيند، هذه بلاتستيند يمكن بلاتستيند خائص، لعبت كترولف، تنفع بالتاتش وكترولر، مره رهيباً، رهيباً، لعبة الجوال، ممتازة، تحكمها تحس بزلدة 3D القديم، زي... لوكرينا؟ عنده لوكرينا وذولة اللي نطمن نفسه واشياء ذلك كده، أوكي، مبشين، لسه يعني بلاتستيند خائص، حلوة صراحة، وش بعد؟ لعبت كولف دوتي، لعبتها جربتها، جربت ساموراي جاك، نبشينة برضو، يعني، الأركيد معطيك لستة، يعني كويسة تبدأ فيها، اللي فيه لايبرري جامل، كلها اشتراك، طبعاً أحمد اللي مشترك، وأنا مستفيد، مشكلة، أنا تدري أني ألغيت اشتراكي حق أركيد، يمكن من سنة، أنا ما أدري، ما أدري، فيه فيه أركيد، لاحي وجود، قلت أوكي، ونزلت برضو أيسة تورني، ونزلت Game Dev Stories، بس لسه ما شغلتهم صراحة، الأكثر شيء كنت بتحمس عليه، سالفة الريموت بلاي، وهذا الشيء اللي يخلاني أصلا أشتري الآيباد، جربت حق ستيم، خرافي، يعطيك قطعة من فترة لفترة، بس، ماشي معاك، جربت أنت معايا أحمد، لعبنا Rogue Legacy، وهي اللعب اللي أصلا لعب هذا الأسبوع، Rogue Legacy، ممتاز صراح، 2، أكس بوكس، للأسف، مخيص عندنا في المطقة، نعم، يعني بعد مرات حتى ما يشبك على الأكس بوكس، وبعد مرات لما أكون في نفس المكان، يعني شابك على نفس الراوتر، الآيباد والأكس بوكس، ويقطع مرة كثير، يOOOOO مرّة زعلت مرة زعلت لأكبر لإبريا عندي الأكسبوكس أصلا ولو بس يشتغل هذا الشي خلاص بقدر أغلب لعبي بيكون على آيباد أصلا إلما ترجع البيت تلعب على الأكسبوكس إلما أرجع عليه كنت أهب بيتك على المكتب يعني أحياني أكثر أس إذا كنت جانس في الغرف ومخنذر كذا معلم يمدي عليه كذلك بلاي سيشن الريموت بلاي مره وممتاز حقهم ذاكي يوم واحد من عيال قاعد يلعب ألد الرينغ عليها وما عندها ايات مشكلة وأذكر العيال الأول بعضه كانوا يلعبون فيانيل فانتسي فورتين عليه كان شغال كويس هاد فيانيل فانتسي فورتين أنا كنت أشوف العيال اللعبوني قاعد أقول خريبة يعني هذه من الألعاب اللي صدق مهيب يعني ما حسها تنفع مع لي تنسي عرفت قلد الرينغ يا رجال تبي تسوي داج بالوقت ايه هذه ولسه يعني بلاي مره يمكن ما ألعب ضد ملينية على الريموت بلاي بس لسه بلاي مره تروح تستكشف كذا استكشف تخلي كوتاكومب على سريع كذا ليش لا 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 فياه هذه يقسر موت بلاي ولا ايه هذا الايباد صراحة هذه تجربتي مع الايباد مبسوط عليها سالفت أنه صغير بهالحجم مره أنا أعجبني بس كثير من الناس يمكن ما يعجبهم يمكن يفضلون الاير على هذا عساس أن تكون مساحة أكبر أنك تشوف بس يعني أتوقع هذا السعر بس مره فايبل يا أخي أنا ما كنت متوقع على الجوال والايباد يعني بيعجبني تشوف أنه مبلي الحين مره مبسوط وشابك يد البلاي ستيشن فور عليه وخيراً كذا اللي مسحت الكبار على يد البلاي ستيشن فور وديتها لعب فيه نائس عد عندي يا يادي حلوة يا أخي كلها يونيك اللي عندي حقة الفور حقة الفور حقة الفور حقاً تستفيد مننا حين صراحة فاجأني تجربة هذه فاجأتني مرة طيب و كيف سعر الايباد من الأسف سعر غالي اللي خدت لأنني خدت من STC STOR STC اللي هو الـ 256 بدون داتا أخدت بتاث ألاف بس أخدت منهم لأنه يقدر قصده مع أنه لا زادوا سعر ترى على التقصيد هذا السعر لو خدت كاش يعني منهم برضو بيكون نفس الشيء ولو أبغى بداتا لازم أزود 700 ريال زيادة ايه لا وشو لها جوالك مره 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 مستهبلين في السعر مره مستهبلين في السعر صراحة ايه روغ لغيسي روغ لغيسي لعبة روغ لغيسي الأولى كانت من أول العاب الروغ كان تدخل كنايت كقلعة وعلى طول تلقى باب الوحش الأخير بس ما تقدر تدخله وتروح تستكشف القلعة على اساس أنك تجيب مفتاح وتفتح ذا الباب صحيح كلما تتذبح وتكسر أشياء تطلح ينزل لك غولد ذهب كلما تجمع غولد تشوف أنك ما تقدر تصرفه إذا مت ترجع كده كأن عيالك سلالتك وريثك سلالتك تقدر تكتار واحد منه وعساس أنك تكمل معه ووقتها تقدر تلفل البيس حقك بالذهب اللي جمعته لأنه إذا دخلت بتدخل قلعة مرة ثانية يروح عليك الذهب حقك كله سلالتك طبعا يطلعون لهم شسمة صفات مختلفة يعني يجيك الحين صار في أنواع الكلاسز وزرد عندك واريور عندك آرتشر يطلق بالسهم في زيادة في أكثر بس ما أنا قاد أتذكر أنا كنت أذكر أنه كل ما تعيد أو يعني كل ما تلعب بشخص جديد من سلالتك لما تجي تختار يقول لك والله هذا مثلا قوي ومادري إيش بس إنه ما يشوف اللي أبي ضسود فتصير الشاشة أبي ضسود هذه من الصفات اللي ممكن تجي الأول ما كانت واضحة ترى الصفات يعني هنا أوكي أول مرة تجيك الصفة ما تدري ماذا سالفتها أوكي بس أول ما تلعب بالشخصية اللي في هذه الصفة خاصة تطلعها تعرف يطلع لك الوصف حقها أوكي فأم سهلين حين شوية أو أول كانوا أول كانوا يوصفون لك يقولون لك أنه مثلا ترى مثلا ما يشوف ألوان مثلا بساير فيها لازق الحين فيها جهة يعني متبأت أوكي يعني تقديمهم أرتب من أول التقديم أرتب في كويست واضحة أنها تعلم كوي أنت بتروح أنت أصلا أوكي اللعبة يعني لعبت الأولى نظفوها ورتبوها وصارت يعني أسهل مو أسهل أو يعني أوضح أنك تعرف كيف تعدي في اللعبة كيف توصل للمنطقة اللي بعدها أو كيف تطلع الأبليتيز الآن هناك لا أذكر أنك كان في الأبليتيز في الأولى أبليتيز أذكر أنك أبليتيز تجلس معك خلاص وزي الآن هناك داش في الهواء أه لا لا أنا أذكر أنه كان فيه كان في أشي تجلس هنا في في هيرلومز أه عشان تأخذها لازم تسوي أه أو ست غرف كي وراء بعض كل ما تخلص غرفة يقلق على طول الغرفة اللي بعدها أه على حسب الأبليتي يعني تختلف الغرف هذي أه إلى الأن أنا خدت ال داش وفي أما أشياء ما تقل تضربها إلا لما تطلع الأبليتي معين على أساس أنك تنطب عيدة أي إلا لما ذبح ما حربتي باس التطوير البيس حسيته أحسن أول كان كل ما تطور شي يزود أسعار كل شي صح أنا دكت الحين أي لا الحين لا كل شي له سعره وواضح ما يحتاج حلو عشان تقلت تحسب ما في التصعيب هذا أي عشان تقلت تحسب صح أي 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 فحلوة تلفيل البيس صار أسهل يعني أوه طر مره ترى مره ترى مره ترى نفس لعبتو نفس لعبتو نفس لعبه الأولى حلو أنا حبيت الأولى نزودوا كلاسز زودوا وحوش زيادة المناطق اختلفت الزيادة وفيه سيكرت سيكرتس حلوة يعني فجأة لقيت بك كي تجدار قدرت أكسره ودخلت واخد لوت كي كويس نفس حسنا حسنا ماذا؟ حسنا ماذا؟ ماذا؟ لم يكن ماذا؟ 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 لقد أتشاهد نسP يقول ماهو قطع الروس عندك يدودو انه لا مشكل أنه يجب أن تبقى تعال شاطح وancies واش تنصح لحظت صعوبة كارير مود فيفا ما هدري زمان ما رعب كارير مود صراحة لا الجسل اللي فات ولا اللي قبل لعب صراحة اوكي 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 يوم و ريوم يوم و ريوم يقول لا تحاتي دمبي سعر الايباد اللي شريت نفس كارير اي بس السعر الاصلي من ابل ارخص ارخص ابو مية و شوية دولار يعني هذي 300-400 يعني هذي فيها لعب او سوري 400-500 اي ريال طيب عندك شي تاني تقوله عن روغ روغ زيقس هي هذا اللي عندي عنها مرة بصوت باللعبة يقدر قهى قهى توقف حتى مترا عادة تقاطب توقف لاللعبة و عادي مايس ترجع اي 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 تقرأنا الكنز الذي يقع فيها يدخلك في القتال يجيبلك صندوقين واحد صغير و واحد كبير بس اختار واحد منهم اول شيء اضرب واحد منهم اذا كان صح خلاص اعطيك ايتم وكذا اذا كان غرط يطاق معك اوكي كيف يطاق معهم كرونو كروس هذا الجزء الثاني من كرونو ترقر في نفس العالم لكن ما تشوف اي شيء يعني له دخل بكرونو ترقر الا بعدين لعبة لطيفة صراحة فيه اشي عجبتني فيها ما كنت يعني نقدرها و انا صغير انه اللعبة ما تحتاج مرة مرة يعني ما تشجع على الجرايندينج ابدا لان ايش كل ما تحارب وحش ولما تخلص منه يجي ايش اسمه يقولك انه والله او اخدت زيادة HP واحد اخدت زيادة strength واحد اخدت مدري ايش عرفت و بعدين لما تحارب مرة ثانية او ما دي مرة ثالثة كذا كذا مرة تحارب يعطيك الاتربوتس هذه و بعدين خلاص ما عدد لو يصير اضعف منك ما عدد يعطيك اي شيء الا لوت خلاص تصير ما تلفل كذا يصير ما ي يسين ما يخليك كذا يجبرك على ان كنت تسوي تصير كل مكان له وزنه انت حتحارب كذا وحش من هالمنطقة خلاص عرفتهم الحين ما يحترس تقعد تكرر كل شوي الاقتالات الا لو هو قاعد يلاعكك قاعد يمنعك ما يبغاك ايش اسمه يعني تروح ايش كعقبة يعني كم وجود مو موجود مو موجود كذا بس انه او عشان تصير اعرفت هذا شيء مرة مرة عجبني الوضع في اللعبة غريب طبعا يقولون لكين تروح لكن كثير من الاشياء تكون عشان تكملها عشان تكمل البروغرس حق القصة يصير تفكيرك تحط تفكير تفكير بوينتكليك جيمز اشتلعب موكي آيلند غريم فندانك وبروكن ايج ومدر ايش هذولي عشان تكمل في القصة انت لازم تحاول تحاول انت تفكر وتحاول تعرف شلون تكملها تكلم فلان تعطيه الايتم فلاني يعطيك شيء تعطيه الوح ثاني ويعطيك ايتم تصير تخلطه مع شيء ثاني عشان تعطيه فلان فلاني زي كذا هنا فيه اشيء كثيرة تحس يقولون لك يعني استنتجها بنفسك اوكي عرفت وبعدين المناطق ميب كثيرة اصلا في اللعبة فيعني سهل انك انت تحاول يعني تعرف وش تسوي عرفت لان ما عندك مطيات مرة 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 كثير بس بعدين تبدأ تصير عندك مطيات كثير تبدأ تصعب اكثر وكثر تبدأ تصير كربتك اكثر تصير يعني ش اسمه انت حس انه لغز معقة مرة اذا ما انتبهت الكلام ممكن شي يفوتك ولا تعرف ش تسوي تركيز اي فيه تقدر تسوي ركروت تقدر كذا تجيب معاك يعني يمكن فوق الاربعين شخصية يمكن او حوال الاربعين شخصية اي هذا هذا اللي مديك تجيبه من اللعبة اي كل ما تمشي كذا تقابل واحد ساعتك بشي يقول تدري ابي اجي معك زين كذا اي 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 التروبس من موجودة ما ما حسيت يعني ك كقصة الاشي اللي تتكرر كثير في الالعاب اليابانية ولا الانمي ولا غيره ما حسيتها موجودة هنا يعني يعني ما في احد ما تطلع لك مرة ثانية موجودة هنا لا موجودة هنا واحد صاحبتك في القرية تقول لك جبلي ثري سكيلز من وحش معين موجود في المنطقة الفلانية تروح تروح تجيب السكيلز هذه وقالت قابلني عند البحر تروح البحر تقابلها بداية اللعبة قابلها فجأة الا يصير شي كذا تنشف مكان بلين تتطلع في نفس البحر بس ما تلقل بنت ترجع للقرية لا أحد يعرفك أنت اسمك سرج يقولون لك سرج هذا مات قبل عشر سنين أقول لك وصيجأ مرة عشر سنين يعني لا في النهاية هي ما حقول النهاية بس لا أقصد أنه أنه تكتشف يعني أعطل بعد فترة بسيطة أن أنه فيه عالمين موزين موزين اوه عالم انت ميت فيه وعالم انت عائش فيه اوه 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 يعني الجزء اللي قبله كان 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 سفر عبر الزمن ترابلك هنا 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 دمانشيز بارلل يونيفورس حسنا يوم يوم يقول حوح هو الرماثر اللي تلعب رخيص فريمات عشر اوه هنا هين هين باجي للبورت هذا البورت هذا يعني عادي ولا كان قال حوح يعني عادي راضي بحوح وعادي وشكل باجي معنا غبي الاسم راضي عادي اي البورت هذا يا زي ما تشوفون يعني في مشاكل فريمات خاصة يسوية حركات كذا نزل اه هذا ونزل دروب فريم قبل شوي بس انه ميزة البورت هذا انك تقدر تسرع اللعب تقدر فيه options ان اللعبة يعني اللعبة PS1 الععب PS1 كان كثير منها بطيء يعني ما ش فيه بطيء تنتق المكان المكان لودينك فس اذا حطيت حق السرعة وتبطأ بعد حق السرعة هذا يفك أزمة يعني خلاني ما أزهج يسرع اي اي شسم ففي اشي زي كذا حلوة ولكن كأداء لو باخذها اللعبة زي ما هي يا رجل لداعف PS1 ازيان بس هنا من بين من بين النسخ اللي موجوده اظن البي سي معدلين المود ما ما شاية تصراحة لكن إذا بناخذ بالبورتات الرسمية أزين طريقة تلعب هال هال بورت إنك تلعب على سويتش محمول لأن بس أقل دروب يعني تصير تصير أقل أقل الجسم في الفورت بالمود أولا مبأ أقل يعني مرة كثير بس أقل يعني أقل 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 لعبة إنك تلعب صراحة سينية عادي لعبة لعبة تون بيست نظام القتال عندما تجي الطق عندك ثلاث طقات فزيكل تضرب مثلا بالسيف أو بسلاحك يعني عندك ضربة رقم واحد رقم اثنين ورقم ثلاثة رقم واحد اللي هي ضربة خفيفة ضربة وسط وضربة قوية ضربة قوية اللي هي ثلاثة وش النسب اللي تطلعلي ايوه كل واحدة لها نسبة نسبة انه نسبة نجاحها انا تضرب انا تضرب انا تضرب يعني اول واحدة واحد تسعين بالمئة تضرب اذا ضربت تزيد النسب كلها فعادة اصير اضحا اضرب واحد بني اضرب اثنين اضرب ثلاثة انا اضرب كذا كلمة تضرب كلمة تعبي الليفلز الماجيك حلو انا عندي الماجيك لفل ماكسيوم الحين مثلا ثلاثة حلو اصير انا في اي وقت اقدر اذهب الاليمنت واختار حركة حلو اذا اخترت مثلا اذا اخترت لفل ون اع سبيل المثال بصير الماجيك لفل حقي لحين تو اني لاني صرفت لفل واحد اصرف اي اي واذا ابغى اي اذا ابغى ارجع لفل ثري لازم اضرب ضربات بالسلاح اوكي اعرفت مافي ام بي اوكي يعني المالي اتاكس هذه اللي قاعدة تشحن الماجيك وبعدين تصرف اي بس ايش لما اصرف الماجيك لا أستطيع استخدام نفس الحركة مرة أخرى لا تتعب يجب أن تستخدم ماجيك أخرى نعم، إذا الآن ضربت بالبنت حركة كالترل أو كالمعركة؟ لا، في معركة واحدة تستخدم أي حركة عندك في الألمنتس مرة واحدة، فقط أوه، تقوم بالإعادة في الخصوص لكنني أنت من حول عمل المجيزهة يelynكترستستخدم ماجيك لا تستخدم ماجيك أخرى تص justamente تلك ميزازها جميعا سلوتي أحد المجيزه حسناً 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 حتى كان فيها العاب لديها مثل زلدة 1 لكنها كانت سيبر نتندو حسناً هكونا يقولون قد مجرد هذه اللعبة هذه كرونو كرس اند كيلر يسأل من يوم عرفت الجي ار بي جي اذا لم أرى ممتعة بالنسبة لا لم أرى ممتعة بالنسبة لكم ما الممتعة فيها هل فقط القصة او فعلاً طريقة اللعبة ممتعة؟ أنا بالنسبة لي بما أني أنا أحب الجير فجيز القصة شيء لكن أكثر شيء يعجبني في قصصهم التوستات أو الريفيلز اللي تصير بعدين يعني يبنون لك شيء بسيط في البداية أوه أنا في قرية أنا مدريش حياة حلوة مدريش شوي شوي وهذا هذا برضو عيب أنه ممكن ما يحمسونك من البداية بس في أر بي جيز من البداية يلا يعني يطقاق وذا على طول لأنهم عارفين أنه ما يبغون البلد أب هذا بس أنا دائماً يعجبني أنه والله عادةً يكون عندهم ريفيلز حلوة في الأخير أو في النص أو يعني القصة لما تنفتح لك أكثر تبدأ تشوف فيها أشياء حلوة توستات حلوة غير كذا يعجبني نظام القتال هو نظام القتال عادةً خاصاً لما يكون تون بيس لي كذا أنه طقني وطقك في الوقت تحس أنه مومل لأنه أنت قاعد تطق وحوش عاديين فما تحس ب ما تحس بإنجاز مرة ما تحس أنه أنه شيء مرة ممتع لكن مع الوقت يأتيك وحش قصي زعيم أو يأتيك وحش صعب تحاربه أو شيء تبدأ تبدأ فعلاً كده تستمتع بالسيستم هذا يعني أذكر لك مثال على لعبة لعبة يكرهونها الناس أنا أكرهها نوعاً ما اللي هي فان فانسي 13 أوكي قصتها زي اللي مني يبقى الله بالخير لكن شو اسمه لكن الاختال فيه تبدأ أصلاً بسيط وممل بس بعدين شو شو يبدأ يتفرع أكثر تبدأ يصير فيه يصير فيه تحديات أكثر وخاصة مع الزعمة يعني كثير زعمة اللي انهزمت عندهم أجلس أفكر أوكي أنا باجي بخطة ثانية أباجي كذا بأسوي كذا بعدين بأسوي كذا يلا ها تضبط والله ضبطت بس إنه في الأخير ما ضبطت أو والله لازم أنتبه لشي ثاني تبدأ تفكر فيه تبدأ تستمتع وخلاص صير الأشياء اللي اللي كانت مملة تبدأ يعني خلاص تروح تتغاضع عنها أو خلني قول تتعود عليها يعني أحس إنه تسوى أني أنا أوصل للمراحل هذه اللي ممتاز طبعاً الأربيجي اللي ممتاز مرة ما تكون فيه هذه المشكلة كبيرة ما تأخذ حيز كبير من المشكلة يعني مثلاً كورونا كروس البداية كانت مملة إلا لين ما كده تروح البحر وبعدين فجأة تنتقل للعالم الثاني وانت ما تدري وتروح تسأل وكل ما يعرفك هذا كده يشد اللي قاعدة قوله لحظة أبغى أروح أشوف شاير في دافع خليني كده أبغى أكمل أبغى أشوف شاير وشطحاتهم بس المشكلة أنا الحين أنا ما ألوم كده وما ألوم ناس كثير أنه مثلاً ما تعجبهم لأنه لأنه الحين صار كثير جير بيجيز اللي يهتمون بالشكل بس يكون آنمي شكله بس خلاص التحدي فيه ممرة القصة فيها مكررة ولا في شيء زين لا أنا جير بيجيز بالنسبة لي يعني ما عمرة عجبتني القصة صراحة والجير بيجيز القليلة اللي لعبتها يعني كانت القيم بلاي هي اللي حلو فيها أو عجبني فيها يعني خلق بوكيمون بوكيمون بايبر ماريو القديم بايبر ماريو يميز الكوميديا بعد الكوميديا كانت خرافية يعني كوميديا اللي هذه الأشياء لأن الألعاب كثيرة، يعني أنا لو أذكر الألعاب لأنني مرة أحبها مثلاً مثلاً كرونة تريجر، فالفانتسي 6، فالفانتسي 7، ما اسمها؟ زينبلايد، كرونيكلز، كلها ألعاب صراحة كان فيها توستات مرة حلوة إلى الآن يعني إلى الآن توستات هذه يعني تهز نعم يوم 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 يسأل سؤال معنا المفرد ما ينسأل، يقول أفضل هي ولا تريجر؟ أنا عارف الجواب أنت قل أجل طبعاً تريجر هيا، 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 هذيك حتى بيسنج، وين البيسنج فرق؟ فرق، فرق البيسنج يعني أنا ما خلصت اللعبة، بس أني لعبت البداية، وصارت المحاكمة وداية، أنا أم الفانة لا، محاكمة على أشياء تحس أنه... لحظة، لا لحظة، أنا بس أكلت الأكل اللي هنا ما سرقته، ولا ما أدري إيش؟ أنا ما سويت شيء، كنت طيب ملصص جنوني هناك فرق، هنا لعبة باردة صراحة، كروني كروس الحين لما أذكر، يعني يبيلك تكون شوية صبر، لكن صراحة شيء يشد أن موضوع العالم الثاني، هذا اللي خليني كده أكمل وقول أوه أبغير فكتر عن العالم طيب، وكذا صراحة طولنا مرة مع كروني كروس، أنا كنت ناوي شيء سريع، ننتقل من ألعاب اللي عبناها إلى أخبار ألعاب صندوق الإستثمارات العامة، يشتري حصة 5.01 من أسهم أنا أتأكد الخبر أحمد؟ أو بس ريبورت؟ لا 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 أتأكد أوكي أنا ما أخذه من العربية وما أخذه من بلومبورغ، ما عليك يا الله، يعني نينتندو سعودي وطني أي يا الله، لا حد يقول لي بلايستيشن ولا حد يقول لي مايكروسافت، يرحم أمك ومنتويها يلأت يخدمون نزلون ينزلون ستار سعودي إن شاء الله لا أتوقع بس خذوا 5% من قيمة الشركة زي ما خذوا مثل من كاكتفجن، من كابكوم، وش بعد غيرهم؟ اليابانيين قاعد يستثمرون فيه أي لا لا، بس خذوا من الأمريكان خذوا من أكتفجن، وأي اي اي صح، اي 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 أتوقع بيستثمروا في كل الشركات يعني نصير تنسنت أتوقع أي بضبط وش الصينيين سوونا لي ما نحن نزويها أي لا نحن نحن نبعد أي أتوقع، أنا أتوقعي يكون في سكوارينكس أتوقع يوبي سوفت حتى ولو إن في ستة عصرية لا، ذول مرة بوليتوكلي كركت، ما نحب يا رجال، يشترون عندهم ويعدلون يقولون أهجد بس أهجد بس شو اسمه؟ بس ما ظلنا يهمهم، يهمهم أنه كاستثمار وش يجيب لهم بغض النظر عن هذا عشان كن واقعيين يعني شو اسمه؟ أي فاستثمروا في نينتندو أنا ما توقع سيتغير شيء من ناحية المنطقة لكن أتمنى غير كذا الله يا رب غير كذا في حدث صار اسمه Game Jam هنا في سعودية، حصل ما بين 12 إلى 14 مايو ما يسمه وكانوا قاعدين يعطون جوائز وكان يعني دعموا المطورين هناك، مطورين مستقلين غير كذا أظنوا في مشاركين أعطوهم الفرصة إنهم يروحون Gamezcom غيمزكوم في أغسط حق الأكل في أكتوبر أكتوبر لكن عادي لأن أول مرة جاء كانت سنة خرافية 2016 2016 أو 2017 كان أنواع للعاب 17 كان استهبال 17 كان استهبال مرض و 17 كان استهبال فخلاص خذ المقياس هذا وقال يالله هذا يثري يا لبس والله المرض كبير 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 أريد أن أذهب إلى جيمس كام بس ما أدري لو أنه في جولاي لو أنه في جاس الحج كان رحت والله بس يالله غير كذا في Summer Game Fest طبعا في جون تسعة هذا حق جفكيلي جون تسعة 1 PMPT يعني كم توقيتنا 11 بالليل لا سوري 11 الصباح 1 PMPT إذا 1 AM محتاج للصباح أو 2 PMPT 1 PMPT ما أدري لماذا مكتوب 1 AM بس بعدين 2 PMPT لا 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 ساعة 9 بالليل نسعة بالليل نسعة بالليل نسعة بالليل نسعة بالليل نسعة بالليل وقت ممتاز جفكيلي شكل الله كذا اللي بيمسك E3 مع رقبتهم أو ESA ممتاز 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 توقع كذا فرصة هذا صراحة يستاهل يعني يتعب تعب مم طبيعي FTC أو Federal Trade Commission فيةaj ماهو ممتاز لكن ماهو رقابه ممتاز رقابه رقابه عمل ممتاز عمل عمل صديقة ب Pos Eve نستعرف مع سوني على استحواذهم البونجي هاي ورغة توني توني يدري عنا هاي هذي أخبار ترى المفوضة اللي تنقر السمع اللي رأح اضم في أخبار بعدها لا بسأل معادة معادة حق صندوق ستمرات العامة اللي حق تنيندو هذي أنا أضفتها قبل شوي احققكم مع سوني اتوقف يحققون بغضو مع ماكروسوفت ولا ماكروسوفت عندي مواسطات وحققين معهم اه عشان نقصتك بليزر اي 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 انا اللي فهمتها خلاص عادي وافقوا عليها تمشي اي اي شكلها كذا اي اتوقف بس اه بعدها هم بونجي ساكتين ذا الايام ام شكلها عشي كذلك مع ان السيزن باب كالشي خلاص اسبوع يوم الثلاثة الجاي ما شفنا حتى تريلر اوف اي شكلهم يقدرون يسمون لها يعني يقدرون يطلقونها بس ما يقدرون سمون لها دعاية ما اتري ما اتري او بيجلون بيجلون يعني عندنا تحقيق فما لاش من اجل اما يتأجل السيزن والله تموت اللعبة الفترة الجاية اجل لا يوجد شيء في اللعبة الحالي فعلياً لا يوجد شيء طفتانين العالم خبر اللي بعده بلاي سيشن فايف جاله VRR support variable refresh rate اوكاً يصير فيه تصحيح للفريمات اذا كانت متذبذبة اوكاً 14 لعبة على 14 لعبة الاسبوع اللي راح اوكاً 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 شور اوكاً اوكاً كارف دوتي فانجرد كارف دوتي بلاك كوبس كولد وار ديسيني 2 ديرمي كراي 5 اوكاً اوكاً فانجرد قد ترى اوكاً 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 ديرت5 غادفال ريماستر سبايدرمان مائلز مورالس ريشتن كلانك رفت أبارت رستيف الفيليج اوكاً ريشتفال اوكاً اوكاً تاني تيناز وندر لاند اوكاً أوكاً اوكاً 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 بالن وندر وولد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الاستحواذات لا سوري الاستحواذات و زيادة النمو استحواذات هذا مو بشي صار بس الحين وخلاص نحن في أشياء جائعة نحن نكملون نعكس الاستحواذات سكوير انكس تبيع السيديوات الغربية هل يفهم يخلطون لا أبا أقول لكم السالة حتى أعطاني أبديت مش عصويانة اذكر باعوا السيديوات اللي يساونتهم بريدر ديوس اكس ألمهم اللي هم ايدوس و كريسل دايناميكس و سكوير انكس موتريال شروهم إمبريسر جروب بثمية مليون دولار طبعاً وش الابديت اللي جاني من طبعاً وش الابديت اللي جاني من طبعاً كلنا مستغربين شنون يعني استديوات بهال اي بيز في 300 مليون مم معقول في الأخير طلع وشو طلعوا عنا ديل هاي 300 مليون كاش اه كاش ميني كاش حبيبي مو وووووووووووووووووووووووووووووووو هاي كاش لا وتلقى الكاش هذا عشان يمكن استحوذون عكس ثاني ماستغرب لا اسمات توقع تفعس انهم متفرين معنا كل سنة ربحانين وخاصاً عيسي اللي راحت فالفاتسي فورتين شالتهم يمكن أن يحتاجون لكوديتها لأنه يدعمون يمكن يحتاجون لكاشلو كاشلو و بعدين غير كذا اي شيء امرايدرز اوانرز هم كانوا تحضرون كل سياريز في عام الآن امرايدرز ايضا لتحضر امرايدرز 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 امرايدر 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 من الابيات الغربية اللي هي Life is Strange و Just Cause و Outriders هي لالعاب اللي سوت كويس مع ان Outriders ما كانت مرة لا اقصد كمبيعات مبيعات اي فه Outriders كانت Game Pass Day 1 يس و أظنها باعت على الأكس بوكس برضو بمليون أظن ما كتغلطان شي زي كذا اه غير كذا اكس بوكس صار لهم اوتج او يعني تعطلت سرفرات اكس بوكس انا مسافر انا انا ما جتني اي مشكلة من الموضوع لاني حق يعني انا و عمران حالين الموضوع حاطين الهوم خلاص مدام الهوم عندك ما عندك مشكلة اه يعني انقطع ما ما تقرد تخش اونلاين اه مو سافة انك لا تقدر تخش اونلاين اذا كانت اللعبها يعني سنقول انا قاعد العب في اكس بوكس حقك مه اللعب انا شاريها بس ابي العبها في اكس بوكسك ما يقدر يعني يشيك اونلاين هذي اللعبة حقتك او لا لا ايه لاني سرفرات متعطلة انا هذا اللي اقول ايه ايه اذا هو اذا هو اصلا خلقه انا ما اذكر وقتها اذا تقدر او لا انا ما اذكر ووش وقتها بالضبط اثر عليك قد دخلت اونلاين ايه قد دخلت اونلاين انا اثر علي انا كتقعد انعب عادي ما اذكر واش تفهمت اوكي ما ما كتلعبون ايه انا ما ادري وقتها اوكي انا تريك ما اثرت علي اوكي اوكي قرأت الخبر قلت اوكي ما كتدري ايه لا لانا في ناس ما تأثروا ترى ايه انا ما تأثر ايه ايه في ناس كارعد تأثروا ايه تأثروا لانه ناس مساكين ايه في ناس ما تدرش كان حملها ايه لو انك حاط الاسبوكس هذا هوم كان ما ما تقروا ايه لا اللي فهمته انه في ناس حاطين هوم ولسه ما يشتغل ايه ايه هذا اللي فهمته انا انا عشا كذا كذا شفت الخبر قلت اوف وصلت الها الدرجة ايه ايه عشا كذا الناس قلين انقلون اه وش وضع الديارم رجعوا الديارم مرة ثانية مادري وش شو ايه شو اسمه اه ما ادري يعني بصراحة اه كنتم سافر ما تنفرت ما عارش القصة صراحة اه لسه في ناس كثير تأثروا وبصراحة يعني تودك انه يكون بسيط خلاص عندك المشكل لهم انعابك افلاين خلاص افلاين المشكل انه انه ما تقدر تشغل الاحيال الاحيال اذا شرعته عندك دسك تلعب على طول ما تبقى تشبك اونلاين ما تتسوي السيتب الا اونلاين الانيشل السيتب هاي 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 لا تتسويها لازم اونلاين دسشبك اول مرة هاي هاي اللي النقضة وكان هذا حلهم ما قدروا يحلون حتى هاي هاي يا حباب فيبيل مغيرونها نخليها سيمبل ها هوم خلاص كل شيء يشتغل مو هوم لازم اونلاين خلاص خلاص عندي دسك لازم يشتغل ما تقول لي لا اوبديت ما اوبديت ولا لا خلاص لازم يشتغل حتى لكان في اوبديت انا انا هذا اللي دايما اتمنى من كل الشركات مع انه فعليا 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 انا اظن اغلب الناس يشبكون اونلاين لانا ما اظن في اي احد ما يشبكون اونلاين سواء يلعب سنجل بلايير لازم يشتغل او مفت اونلاين صراحة نكون واقعين يعني صراحة الانترنت صار منتشر خلاص ولكن لسه برغم من هذا انا ابغل شركات انه لسه تحط ال اوبشن حيث اكسبوكس 3 أنا رأيت كل أكس بوكس، أكلمنا عن أكس بوكس أكس بوكس يقول لك فيه تقارير تقول أنه ينزلون جهاز حق ستريميك أنا خبر ممتاز أتوقع يكون زي حق جوجل شو اسمه؟ جوجل أنا بالنسبة لي هذا خبر ممتاز أنا بحسنون السيرفرات حقتهم والكلاود السيديقي ويصير يشتغلون عندي اللي بلاي كوي اللي بلاي هل يسمى ذاك جوجل اللي ينشبك في تلفزيون بس صغير كذا ايه جوجل كرومكاست كرومكاست ايه يصير زيل كرومكاست ايه 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 تمام ايه يعني ليلة ايه أهم شي تشترك game pass ايه game pass ايه 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 بابلوس فول في فترة من فترات كان عنده بس لعب واحد على ستيم ودك تكون هذاك الشخص اللي قاعد يلعب الحالة ايه 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 انا قاعد نلعب لعبتكم انا نوحين عطوي وايش كان تعمل او بابلوس فول ايه او this show maybe godfall اوめて او بتفء ايه انه و ايه وهو BE Peromeye يو سوزوكي شنمو يقول شنمو فور ما اسمها بتكون لعبة يعني بيخليها انها اكساسيبال خليها مناسبة للناس الناس الجديدين يقول لنا غلطتنا في شنمو ثري انو احنا بس خدمنا الفانس والله يا رجال اتركز على جمهورك بس وما محد لان امام جمهورك ما يبغى حاصل ايه الله ومكن اصدقى وصلت للجزار رابع ايه بس شكله شكله ما ما بعد كويس ما جابت خلاص فور ما هي من اول يعني جمهورها نيش اصلا يعني ما تغير شيء مشكلة في دريم كاس ترماعت كثير اعرفت يعني الناس من صدمة من اللعب بس ما معلاتك الناس عجبتهم ايه ممشرط بس وقتها كان كان اذكر ناس عجبتهم وطايحين فيها لكن المشكلة انهم هما ما ركبوا الموجا وكملوا مع انهم حطوا شنموتوا على الأكس بوكس مفوض انهم سووا بورت على البلاي سيشن 2 صراحة لو انهم مكملوا على البلاي سيشن 2 وكملوا زيادة وذا واكبوا اتوقع كان هذا كان كان ممكن ينجحون كان ممكن يغيرون هالأنظمة الخاسة اللي عندهم ياه كويس veio هرا هذا هذا خبر الزياد أنا اعتبره خلينشوفش بيسوي بتنسبة لي محدة مايحبيت اللعبة بس يا أخي يعني حلو الستهب حقها عرفت لكن تطبيق ما فيه انسى يجي ناكا يقول اي رفع قضية على سكويرونيكس عشان بالنو هندر وولد الله هدي لو حجها قبل لا تنزل اللعبة باس تلقى ما كان يقدر لا واحد شي سكويرونيكس رده هكذا انه نزل اللعبة بكاملة و لم تكن في ادري الموضوع شي سي كذا انه لا كتب لنزلها بطريقة وان سكوير للا يبوانه انه يقول انه هناك اشياء ما عجبتني في الإدارة زي انه في يوتيوبر سوا ارانجمنت يعني انا اصريت اني أبغت تنسخة نسخة من ميوزيك بالبيانو هرفت اه 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 و اظن انه حطوها في العلان ومحطوها في اللعبة اه 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 يعني المهم انه كان ومسوي معا شيء وبعد يسحب عليه وهو يقول انه انا اه انا اصريت اني انا 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 اترك هذا مااا حوس يا يعني اه 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 اشتغل اداريه صحيح ايه اشتغل علي اه اه ايله هو يقول انه سوري كان يقول اه حطو ميوزيك حق حق واحد اليووتيوبر بدالما يحطون الميوزيك حق اللعبة الوريجينال ترا من نهاية كل مرحلة التي ترقصوا مع بعضها، اتوقع أنه كان جيداً اتوقع هذا الوصوليه، لا توقع أنه يكون لا، أصبح هناك الكتاب، هناك نوفل لللعبة بعد يجبك أن ترى فيديو من أستن إيروبشن لقد قمت بلن ويندر وولد، لذلك لا يجبك يجبك أن ترى فيديو من أستنسل الإخدار اي بس هنكست مو ملون يعني كذا لا لا امبسط امبسط عليه اقول لك اه حسب تكون ما امبسط عليه لا لا اللي رجع البيت يقول لي ما ما لقيته في يوتيوب ابغى شوفه هذا النكبة اتوقع لوه الموجود في نتفلكس يمدينا شغل لي طيب خلنشوف وش في اخبار اسبوع هذا بس باخذ الاخبار المهمة صراحة سعود بندر يقول احس ماريو بيغطي عليه اذا نزل اي شاء الله اي الهايب شكل كذا لكن ما ندري يعني لسامك مرة كبيرة اجابوها المفروض انه يطلع شي كويس مع انه مع التجيل ما مدري يا اجلوها زيادة هم صح اوكي داد سبايس ريميك تنزل في يناير 2023 و ممتاز هذي تعب لي ودي يعني عاب ايوه مثلك انا انا ما لعبته ما لعبت للا ثري وعلى الايباد تلقاء حد نسخة باختلفة ما اظن نفس النسخة شكلها نفس النسخة أحمد، كما كان كلها فيها مايكرو تنزاكشنز و ما كانت بطالة حق الايباد بس يعني أيام أول آيباد مدي ثاني آيباد غير كذا عندنا ستارفيلد و ريد فول تأجلوا إلى النص الأول من 2023 اشتركوا في القناة توقع قبل هذي بعد العيد هاي بعد العيد طيب خلنشوف في التويتر تابعنا ويقول بعدين مع هاد تأجيلات ما لهم عذر الكورونا و ماتت ترى يعني في تأجيلات كانت تصير قبل كورونا مو كل التأجيلات بسبب كورونا لا ماذا كورونا ترى يعني يحتاجون يشتغلون على الموضوع شوي زيادة بس يعني لا تحسب انه عشان الكورونا يعني كثير ناس قفلوا سنة معادت انه أجلوا سنة لا السنة هذي قد تصير فترات أطول ايه اه دعنا نشوف مي اثنائش لننحن نلحي مي تسع طعش فسنبوع كامل اوكي 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 تقليل مالي البلاي ستيشن اوكي 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 شبكة بلاي ستيشن الى 106 مليون فحتى يعني ألعاب فريتو بلاي زي فورتنايت وغيرها لان ما يحتاجون البلاس البلاس ومبيعات بلاي ستيشن 4 وصلت 117 مليون نسخة وشحنوا 100 ألف نسخة خلال الربع الحالي فباقي انه خلاص طلب على الـ PS5 يريدون انهم جايسون 5 يريدون انهم يبيعون المشكلة سمي كوندكتور ومشكلة سمي كوندكتور ومشكلة سمي كوندكتور ويقولك انه النسخ الرقمية من الألعاب 71% من بيعات في الجهاز هذا بالنسبة للبلاي سيشن لديك الـ Xbox أو Nintendo أعلن انهم باعوا مبيعات سويش وصلت 107 مليون خاص مرة قربتها على البلاي سيشن ومخطط ان يبيع الجهاز 128 مليون نسخة خلال العام الحالي وإيش بعد كان فيه آه هذا بالنسبة كان فيه لسة الألعاب وش أكثر شي باعه طيب أقول لك بدون ما أشوف بوكيمون باع أكثر شي أيوه بعدين ماري كارت أوكي ما بعد ماري بارتي لا مواري بارتي أنا لا أعلم بس بوكيمون ماري كارت ها 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 طيب آه بوكيمون أي بوكيمون طيب آه خلال خلالتكلم لفتايم لفتايم ها لفتايم سويتش لفتايم سويتش يعني من يوم ما بدأ سويتش إلى الآن وش الكم أجل لتس جو بوكيمون بيكتو و لتس جو هيفي يمكن باع أكثر شي بعدين بعدين ماري كارت أجل لفتايم سويتش أجل لفتايم سويتش باعت 14.53 مليون أجل لفتايم سويتش أجل لفتايم سويتش أركيس؟ أركيس أركيس باعت 12 مره مره رخيب ترى مره يعني كويس له على لعبه في يناير على سبين اوف أعتبر على سبين اوف بعد باع انه ناس متعطشين على شيء هذا أوبن وورد بوكيمون ما اسمه؟ دعني أعطيك اللستة الحين لايف تايم نمبر 1 ماري كارت 8 45 مليون ماري كارت نمبر 2 آنمال كروسنج 48.40 نسيت آنمال كروسنج لعبة الحجر ماري كارت 8 ماري كارت 8 ماري كارت 8 ماري كارت 8 سماش سماش ألتمت 28 مليون معقول بوكيمون من التوب 3 بوكيمون لا وأقول لك والمركز الرابع زلدة براث الثوائلد 26 مليون بعدين المركز الخامس بوكيمون سوردنشيلد والله غريبة يا ترى السويتش قوى اي بيس كثيرة ما كانت قوية يا بس توقعت بوكيمون يبيع أكثر اي انا توقعت اي 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 ارتيس روبي اي 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 المركز السادس 24 مليون اي اي 23 مليون 23 مليون نص والله حرام هذه هي تستاهل اكثر بعدها سوبر ماري بارتي 17 مليون اي وبعدين البوكيمونات دامدن بيرل 14.65 ولتس جو 14.53 50 مره فرق كليل بينهم بعدين العاشر او مدري كم هما واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثبنية تسع عشرة اي العاشر وش توقع اللعبة العاشرة لا توقع مترويد مترويد ما تبيع عادة اي لا مو مترويد بس مترويد باعد فوق المليون او مش هلا ازين مترويد باعد اي بس لسه في نظر ننتندو يعني حرام ما تسوه اي بالنسبة لهم بس كذا حق الكور اي اي يعني خلي كاربي لا اه رينك فيت ابنشر معنا كاربي لخير اي اي اوكي في مجموعة امهات كده اللي شايفة ولدهم عندهم ولهذا اي شراوها كده اللي بدال ما تجنس يدوب تحرك واضح اني قاعد كده تعرف اللي اعبر عن تراما صاري هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وش بعد ايه فا وش في من الأخبار قلنا قل لهم باع وكل هذي الفاينانشل شس ما ريبورتس منها برضو انه السويتش عدة من بيعات البياي سيشن فور في امريكا ها صراحا ما توقعت انا توقعت انه يوصل له يكن قلب شوي بس ما توقعت انه يعديل الامانة مسافة انه بورتبول حس وصافة انه في اكثر من نوعه اللايت لا وبعدين هالمرة مو زي مثلا الوي الوي كان يبيع كثير بس اغلب الناس مخدين وي سبورتس اشي معينة وشوفل وير كلها كامل عرفت هنا هنا لا صار فيها العاب ولو انها داها ضعف بس تلقاها موجودة وتنباع فهذا فرق كثير لدرجة انه وشي وفي واحد قد حط تغريدة قال قال عدد الاجهزة اللي انباعت اكثر من عدد الالعاب اللي باعت على الوي يو سوري 107 مليون سويتش انباع صح الوي يو باع 13 بس والسوفتوير اللي باعه 103 يعني اكثر من حتى مبيعات السوفتوير اكثر من سوفتوير سيقول وي يو طبعا السوفتوير في السويتش 822 مليون سوفتوير طبعا سوفتوير اتوقع لو حتى لو شي يجي كبتولاري خلاص قالوا سوفتوير اي 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 سوفتوير غير كذا وش في فول قايز بتصير فري تو بلاي تال سوفاتن الكروس بلاي و تجميل نحن مجدداً وكل هذه الأشياء مع نسخ أكس بوكس وسويتش كلها تنزل في 21 جون شهر الجاي شهر الجاي ما فلشي كربل سبيس بروغرام 2 بتنزل في بداية 2023 يقول لك صلح الهاوزنج لوتري في فالفاتسي 14 أنا ما أدري أنه أصبح في مشكلة غير كذا النمورة يقول شهر الجاي بتشوفون أخبار عن فالفاتس 7 شهر الجاي ووش بعد رولر شامبينز حق تيويسوف أخيرا أخيرا هاي بتنزل السبوع الجاي طب من أول من أول أعلان طيب أعلان الحين قالوا free to play بس عاد كشركة ماكلين يعني هوا والله لعبة حلوة والله لعبة مرحلوة أذكر من لعبناها أعطونا أكسس لها لعبناها نوياك عمران أذكر نزلنا فيديو حتى في القناة مرة حماس強 بغض النظر عن الشركة نفسها لعبناها نعم الطزل فيهم بس لعبناه حلوة بالضبط غير كذا Ghostfall 2 The Dying World بتنزل في 2024 غير كذا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر طقطق على سلسلة متل جيل من ناحية كتابه وكذا مرحله وتركز أكثر على الألغاز تحس أنه كل كذا مرحلة لغز بس أنه كذا فيه تخفي فيه أشياء زي كذا يعني حلو ألعاب جاك بوكس تازة بس سبيلها انجليزي عندك شيء يدب هذه حقا تلعبون مع بعض أعلنوا عن ترقية الجيل الشسمة الحالي حقا توتشغ ثري بتجي في الربع الأخير يا خيرا بتجي فري يعني بلاش على طاري تقيات يا أخي هالموقع اللي أنا داخله أريد أن أرى أخبار وأهم أخبار موجودة معلاش كذا فيه كت بيصير الأشتاق العام أول بوي صح أول بوي متازن أول بوي من العام المتازن بس بيصير فيه كت معلاش بدخل الخبر الحين معلاش حق البلاي سيشن بلس شو اسمه التفاصيل حق البلاي سيشن بلس الجديدة لا بنا عنها ترقب الله نطلع ريك لا 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 الحين آخر خبر اللي نزل مرحباً لا 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 في شي جديد الآن هنا طلع لنا حاطنا في شسمه في تويتر طيب أعلنوا تفاصيل قائمة العاب للاشتراكات بلاي سيشن بلس الجديدة في بعض الدول طبعاً وقت الإطلاق وهي بتصير كالتالي ألعاب بلاي سيشن 5 و بلاي سيشن 4 بتكون موجودة في الأكسترا في البريميوم و في الدلوكس ألعاب بي أس ون و بي أس بي للبريميوم و الدلوكس أو اللي يسمونه الفاخر عندنا ألعاب كلاسيكية محسنة غالبا تكون ألعاب بلاي سيشن 2 ويمكن منها 3 بتكون للفاخر للترقية الفاخرة ألعاب بلاي سيشن 3 بس تقدر تبثها ما تقدر تحملها وموجودة في الاشتراك هذا البرريميوم دلوكس ما ظلنا موجودة في المنطقة عندنا غير كذا في ألعاب قابلة للتجربة اللي هي Game Trials الشي اسمه بتكون موجودة في البرريميوم و الدلوكس غير كذا الألعاب الألعاب جديدة بتضاف الخدمات شهريا بس بتضاف في منتصف شهر لأن الألعاب المجانية حقة البلاي سيشن 4 العادي تنزلك في بداية شهر هاي تنزلك في وسط شهر وبعدين أعلنوا عن الأسعار في منطقتنا ألعاب المجانية حقاً ألعاب المجانية حقاً الأساسي لا بلعك سرخص الأساسي 50 دولار في السنة أنا بقارن أسعار اللي بالسنة حلو 50 دولار في السنة الشسمة الإضافي اللي هو أكسترا 83 دولار في السنة الفاخر بيصير شسمة 96 دولار في السنة لا الله مبطال يعني تأخذ أعلى اشتراك هذا يكون اشتراك الأونلاين مع قائمة الألعاب أرخص من أرخص من ألتمات حسنا لا 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 ففرق الوحيد بينه بين أكس بوكس أكس بوكس أكس بوكس يعني كأدفانتج أنه في أكس بوكس ألعاب أكس بوكس ستكون داي ون البلاي سيشن بس ألعاب خصريات بلاي سيشن بحصريات داي ون ألعاب هذا الفرق بس كويس أساس أنه منافسة في سعر السبسكوبشن هذي منصرحنا فالنهائي صح بالضبط ممكن أكس بوكس يرقصون حسنا لكن بالنسبة لي الآن أرى كقيمة حق البلاي سيشن أزيم واجد ماذا لأن لماذا لأن لن 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 أول من أكس بوكس لن اكس بوكس بس على حسنا او دي ون حسنا، دي ون شي حلو حسنا، لكنني دي ون أيضا، علبنا للحين الالعاب هاييرو و فارزا أو سبب هاييرو هم الذين كانوا دي ون وكانوا رائعين هاييرو 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 كانت مهم كاملة لأنه لا تشعر انها كانت كانت مرة مرة هي لكن مطر زي فور المطر زي فور اول مرة يتكلم في التشات يقول فاخر شنو الشيشة هذي قتلني طيب خلصين بالخبر هذا لمفوق خبر هذا بسبن지 هازة مشكلة لحيد إذا ما عادي نروحي جازة آن مانعر بسيوي مجي اشتركوا في القناة 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 ايكونوكلاس انفرس هيفو هاديز اشتركوا في القناة 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 وأنها إشاعة سايلنت هل وأن كونامي إنشاء الحقوق نشر تقعان شكرا أنك قدفت الخبر هذا الخبر في إشاعة أن كونامي شغال على ثلاث ألعاب سايلنت هل ريميك سايلنت هل تو وسايلنت هل جديدة وفي سايلنت هل شيء يمكن سبين اوف أو ناسي لعبة الجوال يمكن ناسي وشثاثة كانت صراحة لكن يعني فيه اللعبة الجديدة وفيه ريميك أو ريميك الجزء الثاني وأنه مسكين الريميك مسكين فريق حقين The Medium طيب مصطفى مسكين شكلا ما ينقر سؤاله يقول سلام يقول عندي سؤالين لأول ليش ما سويته ألعاب بوكس ستيم دك خلص أفوة ليه ما سويته ما نقدر نسوي ألعاب بوكس خلص سوي بس كده ألعاب بوكس على السوشيال ميدي سويت لألعاب بوكس سويت لألعاب بوكس نعم على السوشيال ميديا وأنه سنة استحوذات فهل نرى هل نرى تستحوذوا على أي فريق آخر يا رجال نريد أن يستحوذنا تعرف 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 نتورك إذا ودهم ثمان يعني عبدالعزيز الخالدي يقول السلام عليكم وعليكم السلام يقول إن شاء الله ما فيه أمل ما دل إشكرته ما فيه أمل يقول إن شاء الله فيه أمل لو صغير بدعم نتند الوطن العربي عندي سؤال بسيط كم تعطون الجيم بلاي في سلسلة متل جير سولد من عشرة وليش أعطيه تفاحة من عشرة هلا كيم بلاي مر 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 ممتاز مثل قيل يعني هو اللي اللي ممكن يطف شوي الكلام الزايد طبعا أنا يعني عادي أستانس عليه بس إنه كان ممكن يختصرون أربع ساعات إلى ثلث ساعة أنا ما تنقيد بالنسبة لي اللعبة اللي ما حب ألعبها بس حلوة تفرج عليها خاصة تتفرج عليها خايف لأنها ساعة خايف كانت وناسة كانت وناسة أحلى شي الميشن اللي كانوا كلهم راكمين السيارة وانت لازم تمسك الكابتن حقهم وجاك أحمد كي أركب بلونة في السيارة وخلوهم كله وانتهى الموضوع خلص الميشن بس كانت توقيت ايش اي التوقيت ما دروا عنك حتى يعني أنا متقروش يروحوا عني ما معاي شي ما معاي سيارة هذا هذيك لغبخ رفي كانت يعني لا consider هذيك للاوّ ضعوج يلا أبغى أستانس أجرب هذا ولا هذا ولا هذا حرية إنه ترى تقدر تسوي كذا وكذا وبس من فصلة تجي تبغى تجرب شغلة معينة تطلع عادية لكن هنا في مثل غير كل ما تجرب شي يكون وناسة حرية حتى الدرس إنه تلقى مثلا شو اسمه تلقى مهمة ممكن تكررها برد ثاني بس عشان تبغى تجرب شي ثاني من كثر ما يعني التطبيق مرة مرة ممتع راحة يعني ضابطينة أفضل ألعاب تخفي بنظري مؤيد الشريف يقول يعطيكم الصحة والعافية الله يعافيك كل سؤالي بخصوص تجربة جهاز ستيم دك هل تم اختبار ألعاب غير مدرجة تحت تصنيف موثق وفي حال تم الاختبار في مشاكل يعني بس أغلب الأحيان تشتر هيمو يقول أحمد لازم يسوي تحدي لأر 2 بلد الرينج ما تلعب لأر 2 وعاد ألد الرقب الزاد ألد الرقب الزاد يكن بس استخدم أر 1 لا 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 كذبت أر 2 استخدمه لكي أفعل ما اسمه؟ الكاونتر ايه قليل ما استخدمه عادي لو موب لو موب انتبه للوحش وأقعد أشحان أضرب ايه والكاونتر بس غير أر 1 عكست أم السالفة عد الأر 2 والله أنا ما استخدمه عد الأر 2 يا فالد الرقب ممرة الأر 2 مو زينة العام الثانية لا إذا جاك واحد شيلد تريد تضرب ضربة قوية عشان يفك شيلد يأتي ناك لا بس حتى بعض الأحيان ما يفك يعني إذا كان شيلد قوي على حسب بل بويز أحمد يقول على أطار نينتندو قررت أخيرا نشتري سويتش بحكم خبرتكم إيش أفضل مكان أو موقع حاليا يبيع الجهاز بسعر رسمي غير أمازون يقول جرير أحس السعر مبالغ فيه الصراحة أي صح مبالغ فيه روحتلفيل.com تلفيل عندهم تلفيل عندهم سعر مرة متاز هاشتاغ أد هاشتاغ نط أد جرفتم نفسي كل اللي قلت لهم يجربونه يعني المحل هذا كلهم يعني يمدحون يمدحون المحل جربة وشف علمنا إذا كان حتى تجربتك مبزينة مع المحل بلغنا وإحنا يعني نعطيب خبر بس أنا متأكد هما ما ما يبغون للشغل الصح ايش بعد تلفيل هو تي اي ال في اي ال دوتكم طيب فهد يقول وننا سعسى ماشر شتاقنا لكم بالحيل الله يخليك مشتاقين لك احنا بعد أبد سفر وكذا ويجازة محمد يقول حطها في نوتس عشان يقدر يكتب كثير يقول السلام عليكم أنا حنا ترى في بداية أيام أول ما كنا نسجل في البودكاست نقول يسوي كده نسح بالي لا الحين خلاص خيرنا رأينا ولا عندك وقت يعني يقول شو اسمه وش رأيكم بالألعاب اللي فيها أكثر من نهاية وبنفس الوقت النهايات اللي فيها ما تختلف عن الثانية ذاك الاختلاف الكبير هل شفونها نهايات صدق ولا مجرد مسمى لا أكثر يعني على سبيل المثال نهايات ألعاب سوز فرق بين كل نهاية ومشهد مدة ثلاثة تجاوز عن خلصة عشر ثانية ومن الجانب الآخر عندك ألعاب تعطيك أكثر من نهاية وفيه فرق كبير بين كل نهايات مثل ألعاب Visual Novels وحديداً Zero Scale يقول حوارات جديدة أحداث جديدة ومع كل نهاية تخلصها تتعمق بالقصة والشخصيات أكثر وتنكشف لك الأحداث والحوارات المبهمة والغامضة اللي كانت في البداية بالبداية يقول أعتذر عن اللي طالع وشكراً أحمد سامحك اي أنا سامحتك النهايات بالله يشف Visual Novels حسنا تسوال أنه هي القصة في النهاية حلو أن يكون في أكثر من القصة لأتعطيك الريبليابل يعني أنك تلعباً هاي بلذي هاي سولز حلوة لأنه لازم تسوي شيء زيادة عساساً تطلع النهاية بس لا تحط اللي إياها كأتشيب لازم أتشيب أكثر من النهاية عشان أقدر أتشيب البلاتن يعني ما أدعي على اللعبة برثاني عشان أجيب البلاتن أنا أعطيك مثال قريب على نير نير رابلكنت لعبت السن لراحت ويعني حلو أنك تشوف النهايات لكن ما أعجبني أنك تكرر شيء زي ما هو كثاث مرات واربع مرات وعشان نهاية مختلفة ما أعجبني المشوار لكن النهايات حلوة ما يسمى كرون ترقر فيها نهايات كثير بس طريقتها أنه أنت لأنك تجد تهزم الوحش الأخير في أي وقت متى تهزم الوحش الأخير في النيو جيم بلاس حياتي مدعى النهاية وكثير من النهايات تجيك بس أشياء شاطحة سلي كذا تلقى مدري ميني قاعد يرقص مدري إيش تلقى كذا نهايات غبية مرة وتلقى نهايات أوه لو صار هذا الشيء في القصة وش وش بتكون نتيجته يعني في واحدة من النتائج أنه العالم يعني الناس يصيرون مبنى يصيرون دينوسورات رابتايتز مثلا كذا يعني فيه أشياء زي كذا هذي نهاية حقا سايلنت هل اللي يكون الكلب هذي مرة شاطحة إني عادي عطني أشياء حتى لو مو بأساسية عادي عطني نهايات لو سوى كذا وش بصير ما في مشكلة حتى لو الجزء اللي بعده نهايات هذه كلها ما لا معنا ما هذي مشكلة لأنه في نهاية وناسة يعني ما هيحط لك نهايات كثيرة للا نهاسة بس وش بعد آخر مشاركة في سعود حاط أوكي قاعد يحط إيموجيز قاعد يقول إذا ما حتفهم زين يقول بس أتوقع اثنين منكم بيفهمونها حلو حاط أو شيء إيموجيز صياح أحد يبكي خمسة كان يبكون بدلا نحط وجه كذا أقصر سعود بندر موجود هنا يعني ممكن يسرح لنا لا هو يعني يحاول شو اسمه يعني إما أعطينا الإيموجيز هذي شو نعرف في شيء مكتوب هنا يقول ترانزليت تويت توقع يحلل موضوع خدر خدر ترانزليت تويت إن شخص يفهم زين زين الله عليك يا جوجل الله عليك يكن شاف زين إنها اسم طيب حاط وجه بعدين كلام بالياباني لا بدين خطين بدين خط بدين جزمة واحد على كرسي متحرك بعدين جزمة بدين مسافة كبيرة بعدين مسدس بعدين جمجمة بعدين انفجار بعدين مسافة كبيرة ضل شخص بعدين لحمة بعدين ضل شخص تغششني هذا اللي قدامي قاعد يقول حرك 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 أخر يا ويندوز قاعد يقول لي أبديت طيب بعدين حاط صورة حاط صورة هذا باس ايه باس فارتواني ثري والله ما أدري يعني وش يقول لكم يعني طرح ما فهم أنا ما فهمت طيب شكرا على المشاركة طيب ويعطيكم العافية على المشاركة ويعطيكم العافية على المتابعة ايه فهمت فهمت اوكي فهمت شعود انا افهم لا ما شفت بطر كولسون طيب والله حلو حلو صراحة والله حلو طيب اعطيكم العافية على المتابعة والمشاركة اعطيكم العافية على الحضور يا تبي ونشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة الأسبوع القادم سلام